وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من عمان دكتور عصام الكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بك دكتور عصام بداية أبدأ معك من همية تأكيد الموقف المصري والأردني من القضية الفلسطينية مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام حقيقة يعني العلاقة الأردنية المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي علاقة وطيدة وعلاقة ذات تاريخ طويل وبالتالي كان لابد أن يكون الاهتمام المصري والأردني بالقضية الفلسطينية وخاصة في هذه الأوقات الحرجة وخاصة عندما نقضت نيتنياهو وحكومة الاحتلال العهد والمواثيق بعدما وافقت المقاومة على المخترح المصري أعتقد أنه كان لابد من إعادة اللقاءات على المستوى الرسوي بين القيادتين المصرية والأردنية وكانت يعني زيارة رئيس الوزراء لمصر هي يعني باكورة ولا أقول باكورة هذه الأعمال بقدر ما هي استمرار لتلك الأعمال التنسيقية فيما يتعلق في اليوم التالي أو في مجريات الحرب حتى اليوم التالي للحرب في غزة لذلك لا يستبعد يعني أن تكون هذه العلاقات علاقات وطيدة وعلاقات ذات اهتمام بالموقف الفلسطيني والمرعاة للأزمة الحاجة التي وصل إليها أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة وبالتالي كان المواقف ذات يعني قيمة ومواقف مشرفة وهذا يعني ليس جديد لا على جمهورية مصرعبي ولا على المملكة الأردنية لأن ارتباطنا الديمغرافي والجغرافي بفلسطين ارتباط وثيق منذ يعني بداية النكبة عام 1948 وما زال مصر والأردن يفضلوا جميع الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى ما يسمى إزاحة هذه الغمة عن هذا الشعب حتى يتمتع بقدر يسير من حقوقه المشروعة التي يعني ثبتها وتحدثت عنها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة وكفلتها جميع الموافق الدولية نعم دكتور عصامة في هذا الإطار يعني الجهود المصرية حقيقة مستمرة منذ ثمانية أشهر وحتى اللحظة لمحاولة التوصل لاتفاق للهدنة يعني ينهي معناة الشعب الفلسطيني كيف ترصد هذه الجهود في الوصول لحل سياسي يعني يرضي جميع الأطراف حقيقة الحلول السياسية المطروحة سواء كانت يعني إقليمية محلية سواء كانت من قبل دمهورية مصر العربية أو المملكة الدنيا أو من ناحية الدولية كلها لم تؤتي ثمارها مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وبالتالي هذه الحكومة يعني حاولت أن تحرك الدول العربية ذات العلاقة مع الكيام الصحيوني والتي وقعت معها الاتفاقية سواء اتفاقية كان بيفيد أو اتفاقية وادي عربة وهنا أعتقد أن على الآن على جمهورية مصر العربي وعلى الأردن أن يتم يعني توجيه لو شديد أو استنكار شديد للإجراءات الإسرائيلية التي تعطي إشارات ولو بطرف خفي أن هناك مؤامرات وتآمرات على الشعب الفلسطيني من دولة مصر العربية ومن مملكة الأردنية الهاسمية وأعتقد أن الجهد الآن يجب أن ينصب على كشف الحقائق الزائفة التي يحاول الإعلام الإسرائيلي أن يجيرها لصالحة عندما خسر معركة طوفان الأقصى ومنذ 7 أكتوبر حتى هذا اليوم ولذلك كان لابد أن يكون هذا الاجتماع وهذه العلاقات المتميزة بين الأردن وما بين مصر حتى يثبت للعالم بالدرجة الأولى وإلى الكيان الصهيوني وحكومته المتطرفة بأن الشعب العربي والأردن والمصري بالذات ليس لديهم أي مصالح يمكن أن يفرط فيها لصالح الكيان الصهيوني على حساب الإخوة الفلسطينيين وأعتقد أن هذه هي المنشيط العريض الذي يجب دائما أن يذكر بصحف وبالإعلام حتى يثبت لهذا الكيان الصهيوني إننا نحن كعرب وكم عايشنا هذه التراءات والكذب الذي تمارسه هذه الحكومة والحكومات السابقة بشأن القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني لذلك أعتقد أننا الآن أمام مرحلة جديدة مرحلة حاسمة وذات حساسية كبيرة ويجب أن تثبت جمهورية مصر العربي والمملكة الوردنية الهاتمية أنهم يقفون بكل جهد وبكل ما أوتوا من إمكانيات لكي يقف الشعب الفلسطيني على أرضه ويبقى صامدا ويصل إلى حقوقه السياسية والإنسانية بغض النظر عن الافتراءات والإعلام الكاذب الذي تطلقه أو تشيعه حكومة نيتنياهو المتطرفة بكل تأكيد أشكرك شكرا جزيلا من عمان دكتور عصام الكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية موسيقى